شدد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في لبنان خلال اتصال الهاتفين تلقاه من نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب استعرض الوزير عبدالعاطي المساعية المصرية الحثيثة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقرار التهدئة مؤكدا على ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في هذه المرحلة الدقيقة لمنع استدراج المنطقة لحرب واسعة ستؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين كما أدان وزير الخارجية مجددا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف مواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفال في جنوب لبنان مؤكدا على حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق في ظل الظرف الحرق الراهن ترجمة نانسي قنقر